السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله بارك الله فيكم وززاكم الله كل الخير الحج محمود العربي رجل الأعمال المشهور الحج محمود العربي شه بندر التجار الحج محمود العربي مش رجل مولود في بقه معلقة دهب زي ما بيقوله لا ده جايبها من السفر ده رجل عصامي من الدرجة الأولى رجل ابتدى يشتغل عامل بسيط جدا في المصنع وبعد كده أصبح عنده مصنع واثنين وتلاتة وأصبح تحت إيده آلاف من العمال الحج محمود العربي على حسب ما قرأت إنه ما كانش متعلم ما كانش يعني عنده قسط كبير جدا من العلم لكن بأخلاقه وبمعاملته الجيدة للعمال وبصرته الحسنة غلب كتير جدا من أصحاب الشهادات الحج محمود العربي كان عنده رحمة كبيرة جدا 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 وكان بيحب القرآن وكان بيحب اكتاب ربنا كان بيحب اكتاب ربنا لدرجة إنه هو بيعمل مسابقات أي حد بيحفظ القرآن يدي له جايزة بل أي حد يحفظ جزء أو جزئين من القرآن يدي له جايزة الحج محمود العربي من معمرين الأرض بمساجد الله عز وجل المساجد بتاعته تشهد ليه في كل منطقة وفي كل مكان كان من عشاق بنايات المساجد الحج محمود العربي ضرب أروع الأمثلة في التعامل الجيد مع العمال كتير من رجال الأعمال بيعتقد أن الأسوأ هي الحل لكن الحج محمود العربي ادينا الحل في الرحمة في التعامل مع العمال كان بيتعامل برفق وليم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل الرفق في شيء إلا زانه يعني جعله مزينة في وقت كورونا كتير من رجال الأعمال وما يعيبوش على كده الصراحة سرحوا كتير من العمال أو اقتطعوا جزء كبير من المرتب بتاعهم لكن الحج محمود العربي ما عملش كده ده هو أععدهم في البيت عشان ما يتصابوش وشغل مرتباتهم بالزبط من غير ما تقل مليم واحد وقال رزقي ورزقهم على الله الحج محمود العربي رجل من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا حسد إلا في اثنتين من ضمنهم رجل أعطاه الله مال فهو قائم على هلكته في أوجه الخير الحج محمود العربي الجنازة بتاعته يحسد عليها لما تشوف الجنازة وكم الناس اللي صلوا عليه وكم الناس اللي مشوا خلفه كانوا حزنانين عليه آلاف مؤلفة تحسدوا على الجنازة الجميلة دي لأن كثرت الناس في الصلاة وكثرت الناس صلاة الجنازة يعني وكثرت الناس في الجنازة عموما واتباع الجثة إلى المقابر دي من علامات حسن الخاتمة فالحج محمود العربي نظنه من أهل الخير بإذن الله تعالى ومن أهل الجنة الحج محمود العربي ادانا مثال رائع جدا للشخص الذي يملك المال في يده ولم يضعه في قلبي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته